الصين في مأزق من جديد بسبب كورونا وتفشي الفيروس لم ينتهي بعد البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة التي عادلت مستويات الأرقام المسجلة في شهر أبريل المنصرم لجنة الصحة الوطنية الصينية أشرت في هذا الإطار إلى أن عدد الحالات الجديدة المحلية بكوفيد ارتفع الأربعاء إلى أزيد من 8800 إصابة هذه الزيادة في عدد الحالات تعد متواضعة بالنسبة للمعايير العالمية لكنها متفاقمة بالنسبة للصين التي تنهج سياسة صفر كوفيد منذ ظهور الفيروس مدينة جوانججو التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة سجلت أزيد من ألفي حالة لليوم الثالث على التوالي في حين حثت السلطات السكان بشدة على العمل من منازلهم ولم تفرد إغلاقا على مستوى المدينة